في موضوع آخر وصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز علاقة بلاده مع المغرب بأنها استراتيجية مؤكداً أن التعاون الثنائي يشمل جميع المجالات وقال سانشيز في برنامج على التلفزيون الإسباني قال أن المغرب مهم بالنسبة لإسبانيا من الناحية التجارية والولوج الاقتصادي إلى أقارة مهمة بحجم إفريقيا والأمن ومكافحة الإرهاب وسياسة الهجرة وأكد أن التعاون الذي يجمع البلدين إيجابي للغاية وبشأن قضية الصحراء المغربية أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده تتبنى موقفاً إيجابياً معتبراً أن مبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصدقية لحل النزاع وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والبلدان الأوروبية الرئيسية تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 وقال سانشيز إنه إذا قال المجتمع الدولي والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيسية إنه يجب إيجاد وسائل أخرى لحل هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة وقررت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعتقد أن إسبانيا ينبغي أن تتبنى هذا الموقف البناء ترجمة نانسي قنقر